وينكو هذا؟ نحن اليوم في زمن الموبايل مع المرأة بيرمز ما يعرف زوجها وزوجها ما تعرفوه وينكو هاي وينكو لا نحن اليوم نحكم الجمهور يجوز ست ما تسمع أشياء عن العراق ترى العراق يعني الدولة مشطورة وينكو أستاذ في دول قلبك ترى أنا من المجتمع العراقي ولا تشوفني يعني مبدلة يعني ترى أنا من المجتمع العراقي يعني من الباكستاني وين عايش أنا من المياه ومجتمع أنا عمره 50 سنة بالعراق بني ما يخالف المجتمع اليوم المجتمع يعني ترى تركيا يعني ما معناتها بعيدة طيب وينكو رجال يقول هطيني تليفوني وما تطي تليفوني أنا يسموه مو عني التليفون والله توصل للطلاق وما تطي الرمز والله أنا حضر للطلاق بسبب أنه وما تطي الرمز قالت لا أطلق وما تطي الرمز إذن أين القوامة اليوم ويني موضوع أصلا طلقت طلقت وما تطي الرمز يشهد الله وبمنطقتنا الشعبية وقالت له ما أطي الرمز ولا تفتح تليفوني بآخر يوم بعمرك موجود موجود وأنا حضر هذا الطلاق أنا شخصيا يا بطي الرمز قالت ما أطي رمز تليفوني ما أطي خلص وهذا حقي شخصي خلص من اللي ضغط أي شيء أضربه لكن هذه القصة تلام يعني ما تلامه يعني نحاكي عليها قصص بالتالي كحالة ما نقصد أنه يعني وضع هذه السيدة بالعملين ليش نعمم نحن نقول اليوم المجتمع يعيش اليوم خل نوقف في ناس نحن بشارع السعدون أو نوقف في أي شارع نعم وريد نسوي أحصائية لعدد النساء اللي سوق سيارة بالعراق وبراحتها وبدون حجاب أو بحجاب يعني أشوف الموضوع طبيعي بالموضوع الساعات متأخرة أنا أطلع بسيارة وأفوت بالجادرية وأفوت بالكرادة وأفوت مسألة طبيعية جدا شايفش قد النساء يتعرضني إلى التحرش لو لا خب هذا بعد يتعرضني إلى التحرش من المتحدة لازم أقول لدي قصة ثانية شنو ألغت التحرش بالحرية شنو ألغت التحرش بالحرية كلها ترجع للسرع بالأساس شنو السرع نعم خلينا نسمع من ستبتهال شنو كاريش كل هاي الحالات اللي إحنا دنسولف بيها اليوم عندنا تحرش هواي عندنا تعنيف هواي بعدنا لحد الآن إنه الولد أفضل من اللبنية تروح يجيبه لقلاس الماء هو أحسن من نيش كل شهوية أمور تصير عندنا هذا شنو السبب استاذ مازل سئلت للشيخ سؤال قبل شوية هو إنه شنو السبب اللي دي يسوي هاي الحالات كلها هو التخلف إحنا مجتمعنا للأسف متخلف يعني ممكن بعض الحالات أوكي اللي ذكروها موجودة بعضها موجودة بنسبة عالية بنسبة بسيطة لكن بعد ما زال حد الآن أكون نساء هواي عنون تعنيف ليش يقولون أكو قانون ويقانون تعنيف الأسري ذاكليون برلمانية طلعت على لسانها وقالت إنه أكو بعض البرلمانيين داخل البرلمان هم اللي راضين يمررون هذا القانون ليش هذا القانون ما أفعله وأحمل نساء ممكن أجاب باختصار مريد ندخل في تفصيلة قانون العنف الأسري فضلا قانون العنف الأسري منه اللي يحاول تمريره وشنه الغاية منه إضافة إلى قانون حماية الطفل موجود قانون العقوبات بس فينا ما يبوينه ما يبوينه ما يبوينه ما يبوينه موسيقى ما يب Sundari